غيداء كنبش أول نائب عراقية ترحل بطعنة فيروس كورونا أما الفيروس التجي فهو الذي بات يخطف أرواح من سجلوا سيرة حافلة بالإنجازات رحلت غيداء كنبش النائب عن محافظة ديالة الصوت الذي ينقل الرسالة والحديث عن سيرتها يطول أكثر من أربعين يوما وأصحاب الشهادات العليا معتصمين أما في ساحة التحرير أو أمام مبناء الوزارة التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وهذا هو مطلبهم وهم مستمرين في هذه المظاهرات وما علينا إلا أن نبين موقفنا نحن في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابي قبل كنب أشرح الأحمد راضي وكثيرون من كوادر طبية ومواطنون خطفهم الفيروس خلصة من بين أهليهم خسر البرلمان العراقي برحيل كنبش صوتا كان يردد صداه في أروقة البرلمان ناقلا صوت محافظتها ديالة نواب في البرلمان العراقي نعوا زميلتهم التي شغلت منصب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية وهي المنتمية إلى تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه محمد الحلبوسي كما نعاها تحالف القوى العراقية برحيلها تجاوزت إصابات كورونا في العراق سبعين ألفا توفي أكثر من ألفين مصاب فيما تماثل للشفاء نحو أربعين ألف شخص وفق وزارة الصحة العراقية